هذا الفيديو يشرح عمل كلمة مرور مشفرة عند الانتقال من المستوى الأول User Exec Mode إلى المستوى الثاني بReferged Exec Mode لاحظ هنا أن أي شخص ممكن أن يكتب Enable من المستوى الأول ثم Enter وينتقل مباشرة إلى المستوى الثاني ولمنع حدوث ذلك أضع كلمة مرور تمنع أي شخص من الوصول أو الانتقال إلى المستوى الثاني ما عدا الأشخاص المصرح لهم فقط أنا الآن على المستوى الثاني لوضع كلمة المرور لا بد أن أكتب ذلك في المستوى الثالث ولهذا يجب الانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث وذلك بكتابة الأمر Configure Configure مسافة Terminal ثم Enter أنا الآن على المستوى الثالث هنا أستطيع وضع كلمة مرور مشفرة وذلك بكتابة الأمر وهذا الأمر مكون من ثلاث كلمات Enable مسافة Secret مسافة وأي كلمة مرور نفرض أنها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم Enter وللتأكد من تفعيل كلمة المرور نرجع إلى المستوى الأول في البداية نرجع من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني وذلك بكتابة Exit ثم Enter أيضا Exit من المستوى الثاني لرجوع إلى المستوى الأول أنا الآن على المستوى الأول أكتب أكتب Enable ثم Enter ولكن الوضع الآن تغير أصبحت مطالب بإدخال كلمة مرور وكلمة المرور التي تم وضعها هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم Enter بعد إدخال كلمة المرور أصبحت الآن في المستوى الثاني تعالوا من المستوى الثاني ونكتب العمر Show Running Config Show Running Config ثم Enter لاحظ هنا الأمر اللي أنا كتبته Enable Secret وتشفير كلمة المرور واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كلمة المرور الآن أصبح أو أصبحت مشفرة وهذا التشفير لكلمة المرور ولإلغاء كلمة المرور لابد من الانتقال إلى المستوى الثالث وذلك بكتابة الأمر Configure مسافة Terminal ثم Enter هنا أستطيع أن ألغي كلمة المرور السابقة وذلك بكتابة No Enable Secret No Enable Secret ثم Enter وبهذا أكون ألغيت كلمة المرور السابقة للتأكد من ذلك لابد من الرجوع إلى المستوى الأول في البداية نرجع إلى المستوى الثاني Exit ثم الرجوع إلى المستوى الأول Exit أنا الآن على المستوى الأول نكتب Enable ثم Enter أنا الآن على المستوى الثاني وبدون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور وذلك لكتابة أمر الإلغاء كلمة المرور وهو No Enable Secret